السلام عليكم خوتي ان شاء الله يبقى تكون بخير معكم اخوكم كامل دائما من قناة بلانت ديزان كما عودكم خوتي يوم تكون حاجة جديدة لنشارك معكم خوتي فليهذا خوتي ما تنسو نجب الدعم لخطج الدعم متاعكم هو اللي يحفزني دائما بشكل منكم جديد وكذلك الناس اللي هاتشوفين اول مرة مش يمشتركه تشترك في القناة وتفعل جرس جرس باش يوسعكم دائما كل جديد خبرتها اليوم خوتي منقول من الصفحة الرسمية لولاية وهران واللي خص اصحاب الكيمو والسبيكا اللي هما ملفات الطعون الخوتي وكذلك ترحيل اصحاب راس العين بلما نطول عليكم خوتي نروحوا مباشرة للفيديو بتاعنا ونشوفو خوتي اخر اخبار السكن لولاية وهران الشرهيد كما راح نشوفو خوتي في المقال هذا راح نخلي لكم خوتي الرابطة الصفحة في صندوق الوصف الناس اللي تحب تقرأ لاخدش غادين ما غادش نقرأ لكم على المقال هذا وانما خوتي راح نختصر ونشوفو غير المعلومات اللي تفيدنا الحاجة اللي لخوتي العنوان يقول فيما تتواصل عملية دراسة الطعون اعادة اسكان مئة عائلة مقصية بالكيمو وسبكا بوهران سيتم اعادة اسكان مئة عائلة مقصية من الكيمو وسبكا بعد دراسة الطعون المودعة لدى مصالح دائرة السينية حيث ان دراسة الطعون المتواصلة والتحريات فيما اذا تضمنت القوائم وجود غرباء استفادوا من السكانات الاجتماعية سيتم حرمانهم وتحويلهم للعدالة بتهمة التصريح الكاذب والمتعلق بعدم امتلاقهم للسكانات من قبل والتحايل على القانون بالتزوير اقامتهم بالحيين الكيمو سينيا للذين تم ازالتهما الايام الماضية فالسكن الاجتماعي حق يكلف القانون للفئات الهشة وان كل من له الحق سيحصل عليه بعد دراسة الطعون التي جدت لها اللجان ومصالح الدائرة للتدقيق في اكثر من 400 ملف وهو ما يعادل ثلث من مجموعة السكانات الفوضوية واسكان الثلثين في الحصص السكانية موجودة تكفي للمقصيين ان لحيث حقيتهم في الحصول على السكن الاجتماعي في العملية تحتاج الى اغطاء مختلف المصالح والوقت الكافي لانهاء الدراسة واذهار الحقائق المتعلقة بالتعلاع والتحايل ومن جهة اخرى كشف لوالي عن برمجة عمليات خوطي اللي يخص هنا اصحاب راس العين عملية ترحيل لعدة مناطق على غير الحي الفوضوي راس العين وكذا بالسينيار التي يفوق قاطنها 300 عائلة اضغفة الى ترحيل المستفيدين من السكانات الاجتماعية بالتنقيض في مرحلتها الثالثة والاخرة بعين البيضاء تمس 2000 عائلة بعد توزيع حصص البركي والدليلات التي تقدر بتلتميار ب3400 عائلة وقد تم شروع في دراسة ملفات الطعون للمقصيين بحي الكيمو وسبيكا من الترحيل الاسبوع الاخير من الشهر الماضي على مستوى مقار ضائرة السينية حسب ما اكده رئيس هذه الضائرة مضيفا انه تم تشكيل لجان تتكون من النزهاء ومختلف المصالح المعنية لانصاف المظلومين واعطائهم حقهم التي مست اكثر من 1500 مستفيد اعيد اسكانهم بالمجمع السكاني 1000 سكان اجتماعي بعين البيض بضائرة بطيوة و 687 سكان بالقطب العمراري ودليلات يتم الاستمال انشغالاتهم والرد على اجهة شكاويهم في الرد لاعطاء العملية العملية دوماش خلطي المقال هذا ماراشي بان البيع العملية النوم المو المهم خلطي المقال هذا خلطي ماراشي بان البيع فلهذا الناس اللي تحب تقرأ خلطي المقال مهم ان اجبت لكم المعلومة خلطي برك الاخبار هذا الشراء يقول الناس اللي تكون صندري خلطي تحب تقرأ المقال هذا راني خليكم الرابط تنتهي في صندوق الوصف خلطي باش تروح وتقلوا المقال هذا المهم خلطي كما قلني يقول لكم كاش حاجة جديدة دائما نشارك مع خلطي فلهذا ما تنسوناش خلطي دارة خير وكذلك خلطي دعمونا باللايك كل خطي تعملت لكم وليحفزني دائما باش تقرأ منكم جديد وقارعوا لي دائما في فيديو جديد لمقال نقول لكم غير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة